السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم المعلمة هبا من أكاديمية الميقات الإسلامية سنبدأ اليوم بشرح درس الأركة للصف العاشر با يتحدث هذا النص عن عدة مشاهد ويصفها للمشاهد التي تحدث في البحار منها كيف تعتني أنثى حوت الأركة بصغيرها بدافع من غريزة الأمومة ويصف شكل الأركة وما يميزها ثم بعد ذلك يقارن بينها وبين سمك القرش ويصف مشهد افتراس الأركة للأخطبوت ولسمكة الورنك بأسلوب أدبي جميل جمع ما بين جمال أسلوب اللغة والصور الفنية فخرج النص لوحة نابضة بالحركة واللون لطم النسيم وجه الماء وتقلبت الأركة فيه مكسالا وصغيرها يسبح إلى جانبها وهو يدنو منها حتى يمسها وكأن لسان حاله يقول اتسعت البحار أو ضاقت وكثرت الأعداء أو قلت فمن لاذ بأمه فلا خوف عليه وهي أرأم أم في الوجود فلا تبتعد عنه بل تضمه إليها من حين إلى حين بزعن فتيها أو تدور حوله وتلمسه بشفتيها حتى يطمئن باله إذن هنا الفكرة الرئيسة في هذه الفكرة يتحدث عن أنثى الحوت أو أنثى حوت الأركة ودفعها عن صغيرها بدافع غريزة الأمومة سنبدأ بداية بمعنى لطمة أي بضربة ومادتها اللغوية لطمة مكسالا أي بمعنى كثير الكسل ومادتها اللغوية كسلة يدنو أي بمعنى يقترب ومادتها اللغوية دنما لاذا بمعنى احتمى ومادتها اللغوية لوذا الأركة هو من أنواع الحيتان أي أنثى الحوت أرأم أي بمعنى أكثر عطفا وحنانا ومادتها اللغوية رأمة الآن سنبدأ بالمناقشة اللغوية لطمة فعل ماضي مبني على الفتح النسيم فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وجه مفعول به منصوب علامة نصبه الفتح وهو مضاف والماء مضاف إليه وتقلبت الأركة تقلب فعلا ماضي مبني على الفتح وتاء التانيث الساكنة هنا حركت بالكسر منعا من التقاء الساكنين والأركة فاعل مرفوع كيف تقلبت الأركة مكسالا إذن هنا مكسالا تعرب حال منصوب وصغيرها يسبح صغيرها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة ويسبح هنا فعلا مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ وهو يدنه هنا جاء الضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ يدنفع المضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها الثقل والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ حتى يمسها يمسها هنا فعلا مضارع منصوب بأن المضمرة في حتى وعلامة نصبه الفتحة والفاعل ضمير مستر تقديره هو والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وكأن لسان حاله كأن هنا حرف تشبيه ونصب من أخوات إن لسانة اسم كأن منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف وحاله مضاف إليه مجرور يقول الجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن اتسعت البحار وإذا شبه الحوت بكائن حي له لسان ويتحدث اتسعت البحار واتسع هنا فعلا ماضي مبني على الفتح والتاء هنا تاء التأنيث الساكنة أيضا حركت بالكسر منعا من التقاء الساكنين البحار فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وكثرت الأعداء نفس الحالة الإعرابية فمن لاذى بأمه فلا خوف عليه الآن لا خوف هنا لا تسمى لا نافية للجنس يأتي خبرها محذوف تعمل العمل إنه وأخواتها فخوف هي اسم لا منصوب علامة نصبه الفتحة وخبرها محذوف تقديره موجود هي أرأم هي ضم المنفس المبني في محل رفع مبتدأ وأرأم خبر المبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف وأم مضاف إليه فلا تبتعد هنا لا نافية لم تؤثر على الفعل فتبتعد تعرف عن مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة بل حرف عطف يفيد الإضراب أي نفي ما قبله وإثبات ما بعده إذن هنا الجملة الفعلية في محال عطف تضم هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة والفاعل ضمير مستر تقديره هي عائد على الأركة والهاء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به بزعن فتيها لننظر الآن إلى بزعن فتيها الباء حرجر وزعن فتيها إسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه مثنى حذفت النون للإضافة إذن وهو مضاف والضمير الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه تدور فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة حوله هنا ضرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة وهو مضاف وتلمسه تلمس فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة ولها أيضا ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به وبشفتيها كإعراب بزعن فتيها حتى يطمئن باله يطمئن فعل مضارع منصوب بأن المضمرة في حتى وعلامة نصبه الفتحة وباله فعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف الآن الفكرة الرئيسة قلنا الأركة الأم وصغيرها استخرجي أيضا لدينا صورة فنية كما قلنا شبه صغير الأركة أو شبه الأركة بإنسان يتحدث له لسانه يتحدث الآن استخرجي من الفكرة السابقة فعلا ماضيا لطم وتقلبت والتسعت وذاقت وكثرت وقلت ولاذق فعلا مضارعا يسبح ويدن ويقول وتبتعد وتضمه وتدور ويمسها وتلمسه ويطمئن فاعلا النسيم والأركة والبحار والأعداء وباله مفعولا به وجهة والضمير الهاء في يمسها وتضمه وتلمسه ظرفا حوله حالا مكسالا مبتدأ صغيرها وهو وهي والآن خبر المبتدأ لصغيرها كما قلنا الجملة الفعلية وهو أيضا الجملة الفعلية يدن وهي خبرها أرأم أعربي بشفتيها اسم مجرور وعلامة جره لياء أيضا بزعنفتيها نفس الحالة الإعرابية لأنه مسنى حذفة النور للإضافة وهو مضاف والضمير الهاء ضمير متصل مبني فيه مع حالجر بالإضافة وهنا عزيزاتي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحصة مع السلامة